أقت رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وأوضح مجلس الوزراء في بيان أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية وعدم انقطاع الكهرباء ليلا وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام وفقا لتوجهات رئيس الوزراء بتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال الساعات النهار فقط ومن المقرر أن يتم البدء غدا في تنفيذ قرار تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من الحادي عشر صباحا وحتى الخمسة مساء